اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المباراة هتتلعب الجمعة اللي جاي ان شاء الله ساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة من هو حكم اللقاء المباراة هامة جدا رغم تأهل الفريقين ولكن المباراة هاميتها تأتي لانها هتحدد من هو صاحب الصدارة في هذه المجموعة وبالتالي تفرج كتير لما تكون متصدر المجموعة عشان تلعب ايابة ضربة النهاية على ارضك كل التفاصيل تي بالتأكيد هنستعرضها النهاردة في برنامج الترين تفاصيل كتير واخبار كتيرة وهتكلم كمان عن مفاجأة متعلقة بمباراة الاهل وامبي والكواليس اللي ما تقاليتش قبل كده في اي مكان لان النهاردة هنزبت بما لا يدع مجالا للشك ان هناك عدم تنصيق بين اتحاد الكورة وربطة الاندية في ملفات كثيرة هامة خلال الفترة اللي جاي حلقة دسمة فيها التفاصيل كتيرة ولكن عشان وقت الحلقة نروح لسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز اعرف توقعات حضراتكم على تشكيل الاهلي اللي هيلعب بيه بقرة ومباراة بلدية المحلة في الدور العام وكمان توقعاتكم على نتيجة اللقاء تقدروا تشاركوا معنا في الاجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الاخير هستعرض اكبر قدر من توقعاتكم على التشكيل والنتيجة في الظل ان ممكن التشكيل يكون فيه مفاجآت وتعديلات في الظل ان الفترة اللي جاية كل 72 ساعة مباراة رسمية للنادي الاهلي واكيد مرسل كولر هيشتغل على الروتيشن والتعديلات على التشكيلة الاساسية لكن نروح بسرعة لأهم العنوين البداية في ترند الاهلي الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمباراة بلدية المحلة وكمان طرح تذاكر مباراة الاهلي وينجا افريكنز في دور الابطال واخيرا اليوم وفي هذه اللحظات بالفعل تم طرح تذاكر نهائي كأس مصر في السعودية دي ابرز عنوين حلقة النهاردة لكن نروح لاستعراض مباراة اليوم والنهاردة فيه جولة جديدة من الاسبوع الاربعتاشر في مباراة الدوري المصري وفي مباراتين بدأوا الساعة اربعة وانتهى الشوت الاول بالتعادل السلبي سواء في مباراة الجونة مع الاسماعيلي او حتى في لقاء زد مع امبي ساعة سابعة المقولين العرب هيستضيف المصري ودي مباراة النهاردة في الدوري المصري طيب نروح للدوري الانجليزي ساعة عشرة من مساء اليوم واستهام يونيتيد هيستضيف بورينتفورد وفي الدور الأسباني في الساعة العشرة أيضا جيرونا هي صديف فرايو فاليكان نروح للدور الإيطالي والنهاردة في مباراتين سبعة ونص روما هي صديف فالتورينو والعشرة إلى ربع في رونتينا سيصديف فالاتسيو دي أبرز مباريات اليوم وغدا اللقاء الهام بين الأهل وبلدية المحلة في استئناف الأهل المباريات الدور العام بعد توقف في مباريات الأهل استمر أكتر من حوالي 45 يوم فاصل ثم نواصل منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي الأهل كان وقتها بيشارك في العديد من المباريات المحلية أو حتى مباراة كأس السوبر للأندية الأبطال في الإمارات العربية المتحدة بعدها الأهل كان مرتبط بمباريات إفريقية ومباريات كأس العالم الأندية ما كانش الفريفة عجازة ولا راحة ولكن كان مرتبط بالعديد من المباريات الرسمية ومع ذلك كان هناك توقف أيضا طويل نتيجة مشاركة منتخبنا في كأس الأمم ولم تستأنى في المسابقة إلا بعد نهاية منافسات كأس الأمم الإفريقية غدا استئناف بطل الدوري لمشواره في هذه البطولة العريقة بمواجهة بلدية المحلة اللي في آخر مباراتين تعرض لخسائر يعني متتالية يمكن كسب فيوتشر ولكن مباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباطرا انتهت بخسارته 5-3 النهاردة أكيد استئناف فريق النادي الأهل لتدريباته بعد العودة من أغانا وتحديدا بمواجهة فريق ميدياما الغاني فريق رجع فجر السبت كان فيه أجازة مسبت النهاردة الاثنين كان فيه تدريب مبارح النهاردة التدريب الأساسي بقرة من المباراة إن شاء الله الساعة 7 بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي تمرين النهاردة أكيد يعني هيكون في حدود حوالي الساعة 6 لكن في التفاصيل أكيد محتاجين نعرفها من شبكة مرسلين الموجودين حاليا في ملعب مختار التيتش بالجزيرة أو تحديدا في مقر النادي الأهل بالجزيرة عشان نعرف من خلالهم كيف يستعد الأهل لمباراة بلدية المحل في هذه اللحظات برحب بالتأكيد بزميلة وصديق العزيز محمد توفي توفي مساء الفل عايز أتطمن منك على استعدادات الأهل لمباراة البلدية في تفاصيل كتير محتاجين نتكلم فيها ولكن أبدأ معاك بآخر الأخبار اللي عندك قبل استئناف الأهل لتدريباته كل مراني النهاردة على ملعب التيتش بإذن الله سهلا الخير زميل العزيز محمد سعيد تحاتي ليك ولكل مشاهدة قناة النادي الأهل في كل مكان يعني كان النادي الأهل في تقضناه الفترة اللي فاتت في المنافسات المحلية بكي زي ما ذكرت في المقدمة بتاعتك أن النادي الأهلي كان بيشارك في أكتر من بطولة سواء دورة أبطال أفريقيا أو بطولة كمان السوبر الإفريقي أو الكأس العالمي أندي أعتقدش أن فيه نادي تاني داخل الكارة بسنة النادي الأهلي كان موجود في هذه البطولة هذا العام ومن بعدها كان بطولة السوبر زي ما قلنا في الإمارات ومن بعدها كان التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر وكل المتخبات الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية وعلى طول النادي الأهلي بمجرد ما انتهى التوقف الدولي شارك فيه المباراة المتبقية من دور المجموعات وإن شاء الله يختتم أمام ينجي أفريقيا زيوم الجمعة بشكل أكثر من رأى زي ما قلت محمد للإستعداد على قدم الوساق بعد العودة من غانا لمباراة بلدية المحلة يمكن كان تدريب قوة مباراة شارك فيه جميع اللاعبين المجموعة بس اللي شاركت فيه مباراة ميدياما بشكل أساسي كان تدريب استشفاء اليوم بعد ما حصلوا على أجازة يوم السبت فقط ويبقيت المجموعة شاركوا فيه التدريب بشكل تام وشكل أكثر من رائع النهاردة كمان بإذن الله رب العالمين زي ما قلت يبقى التدريب الأخير والأساسي استعدادة لمباراة بلدية المحلة فيه المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدولة المصر الممتازة يمكن ده أول ظهور بقى في بطولة الدولة محمد آخر ظهور كان أمام سموحة فيه مباراة الجولة السبعة يوم 28 نوفمبر الماضي وآخر ظهور محليا بشكل عام زي ما ذكرت كان أمام مودرني فيوتشر في نهاية الكأس السوبر للأندية الأبطال اللي كان يوم 28 ديسمبر في الإمارات العربية الشخيقة إن شاء الله جمهور النادي الأهل كل يستمتع وإحنا جزء منه محمد بعودة الفريق إن شاء الله للمنافسات المحلية وبإذن الله يكون أداء أكثر مراعة غدا بإذن الله من بلدية المحلة وكمان نتيجة رائعة تحط يعني زي ما بقول الحامل للقب على الطريق الصحيح والحفاظ على لقبه في إن شاء الله للعام التاني على التوالي يمكن زي ما قلت لك محمد فيه محاضرة حالا دلوقتي وأنا معاك على الهواء مباشرة فيه محاضرة داخل غرف الملابس لإجهاز الفني مع اللعبين بيتكلم فيهم طبعا عن الأمور الفنام كان فيه محاضرة نظرية مبرح النهاردة محاضرة بالفيديو بيتكلم فيها طبعا عن فريق بلدية المحلة زي ما ذكرت آخر مباركة الخسارة أمام سلاميك كروباتر بخمس أهداف مقابل ثلاثة فيه محاضرة فنام بعدها على طول هيكون فيه محاضرة نظرية برضو في أرض الملعب للحديث بقى عن التهيئة النفسية لها هذه المباراة ومن بعدها إن شاء الله هيكون تدريب قوي بإذن الله يشارك فيه جميع اللعبين وبإذن الله من بعد التدريب هيبقى التحرك لأحد الفنادق القريبة من أستاذ القاهرة لما بيت فيها ليلة المباراة وبإذن الله زي ما تعودنا بقى محمد بكرة اليوم هيبقى من بدر أو في فندق لقامه بقى الفطار الساعة عشرة فيه على طول زي ما بقول كده في فترة التدريب في الفندق بتبقى الساعة 12 الغدى هيبقى فيه تمام السالسة عصرا المحاضرة هتبقى الساعة 6 ومن بعدها هتقول التحرك لأستاذ القاهرة وعودة البطل للحفاظ على لقبه العام الثاني على التوالي وولا مشاركاته المحلية بعد التوقف الدولي الكبير اللي كان فترة يفات وإن شاء الله يكون عودة أكثر من رائعة وفوز وأداء أكثر من رائعة بإذن الله رب العالمي طيب توفيه عايزة أتطمن منك هل تحدد موعد صفر أليو ديانج إلى الخارج لإجراء العملية الجراحية نهاردة هل التقيت بالجهاز الطبي إمكانية مشاركة نيدفيد النهاردة في المران إمكانية مشاركة كوكا خاصة مبارح لعب في التدريب الجماعي بشكل جيد جدا هل ممكن يكون فيه إضافات بعودة لعبين كانوا غايبين الفترة الأخيرة ممكن نشوفهم في القايمة اللي هيحددها الجهاز الفني عاقب المران النهاردة زي ما انت قلت محمد التقيب الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول القرط القدم بالنادي الأهلي كلمت معاه عن ديانج قال نمك ديانج خلاص يعني في المرحلة الأخيرة من إلهاء الإجراءات للسفر بإذن الله رب العالمين اللي عمل من زرع على الرجبة لتحديد طبعا للإصابة والبدء في العلاج وبإذن الله بعدها التأهيل وإن شاء الله يكون موجود فقارة فرصة ممكنة مع الفريق يمكن زي ما انت قلت كريم نيدفيد كريم نيدفيد شارك مبارح في التدريب بشكل طبيعي جدا ولكن طبعا شارك في الجزء الاستشفاء الحمد لأنه لعب جزء كبير جدا من مباراة ميدياما لكن كان موجود في التدريبات هو بس اشتكى من إجهات في السمانة فدكتور رحمة جبالله فضل طبعا يعني تغييره بشكل مباشر على طول علشان الإصابة ما زيتش أو يكون فيه مضاعفات للعب ولكن هو سليم تمام وإن شاء الله موجود في التدريبات النهاردة أحمد نبيل كوكا يمكن انتطمنت عليه من دكتور رحمة جبالله قال الحمد لله كوكا بيشارك على مدار الأسبوع الماضي كله بشكل طبيعي جدا في التدريبات طبعا يمكن الفريق كان مسافر غانا فما شفناهوش في التدريبات الجامعة ولكن مع تدريبات المستبعين كان موجود مع مستر بيرجر وكان موجود بيقدي تدريباته بشكل أكثر من رائع فما فيش أي مشكلة وهو سليم تماما من الناحية الطبية طبعا الجهازية الفنية ولقطة المباراة دي طبعا راجع لمستر مارسل كولر اللي الدفع به في التوقيت اللي يشوفه يمكن ياسر إبراهيم كمان عمل أشعة أولية ولسه في أشعة تانية لتحديد إصابته وبالزبطة هتكون إيه موجودة في العضلة الخلفية ومدة غيابه كمان يمكن كل الاجتهادات اللي بنسمحها الفترة لأساسها لأمنا الصحة لسه لم تتحدد يعني مدة غياب ياسر إبراهيم أو لحاقه بالفريق بإذن الله رب العالمين يمكن باقي اللاعبين موجودين بيتضرابوا بشكل أكثر من رعا مع الفريق باستثناء طبعا كابتن محمد الشناوي اللي غياب له الإصابة في الكتف وهي خالد عفتاح اللي نمكن قبل التدريب النهاردة كان بيجري طبعا عملات الجارية حوالي الملعب وحالا دلوقتي وأنا معاك بيجري بعض التدريبات الاستشفائية مع الجهاز الطب هنا في داخل النادي الأهلي ولكن باستثناء كده كل اللاعبين الحمد لله في حالة بدنية وفنية أكثر من رعا وإن شاء الله يكون كلهم تحت أمر الجهاز الفني بكرة وإن شاء الله يكون الفريق كامل وزي ما نقول الأهل دايما بما حضر وإن شاء الله يكون أحسن أداء وكمان أفضل نتيجة بإذن الله موجودة بكرة محمد مبارات بلدية المحل شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد التوفيق موفد قناة الأهلي الموجود حاليا في مقر النادي بجزيرة وتفاصيل متعلقة باستعدادات الأهلي لمبارات بلدية المحل والحديث عن كواليس الفريق قبل الماران الرئيسي اللي يختتم النهاردة ثم الدخول في معسكر مغلق استعدادة لمواجهة البلدية طيب عندي تفاصيل كثيرة عايز أتكلم عليها ولكن لفت انتباهنا في الساعات الأخيرة بعد النقاط كده بس عندي ردود عليها بناء على معلومات على فكرة لأن الفترة الأخيرة الناس بتحاول تكتهد كثير من غير ما تعمل تلفونات أو اتصالات تعرف أساس المعلومة أو تعرف المطلوب أو الموضوع بشكل عام أولا ودي نقطة مهمة جدا فكرة أن في مشكلة ما بين مرس الكولر ويه محمود عبد المنعم كهرباء الكلام ده غير صحيح الكلام ده غير صحيح المعيار الأساسي في تعامل المدير الفني مع اللاعبين هو المعيار الفني في المقام الأول المعيار الأساسي في التعامل ما بين المدير الفني مع اللاعبين هو المعيار الفني في المقام الأول وبقول للناس بلاش نفخ في النار بلاش نفخ في النار مرس الكولر لما اختار قيمة مباراة الأهلي ومدياما الغاني كانت بناء على رؤية فنية في المقام الأول لو محتاج لاعب هيكون معاه هذا اللاعب في هذه المباراة لو لاعب عنده ظروف خاصة والمدير الفني شايف أن الظروف الخاصة دي مع رؤيته الفنية هتكون في مصلحة الفريق أنه يستعين بلاعبين آخرين أكيد المدير الفني هيختار طبقة لرؤيته الفنية ده في المقام الأول يبقى ثانيا في الرد على هذا الموضوع الفترة اللي جاية ممكن تلاقي كهرباء في مباراة ما تلاقوش في مباراة ممكن تلاقي منع موجود في مباراة ومش موجود في مباراة ممكن تلاقي السلية في مباراة ومش موجود في مباراة الفترة اللي جاية فيه ضغط المطشط كتير جدا والفترة اللي جاية فيه أولويات فنية هيبدأ يشتغل عليها مرس الكولر ولكن خلاف بعيد عن خلاف الملعب إطلاقا الخلاف ليس أو الناس اللي بتحاول تاخدنا في سكة إن الخلافات ممكن تكون بعيدة عن تفاصيل الملعب الكلام ده مش في الأهلي الكلام ده مش في الأهلي لو الجهاز الفني محتاج لعب في مباراة هيكون موجود في المباراة والتصريح المهم اللي قاله كابتن خالد بيبو إنها رؤية فنية لمرس الكولر والمباراة هتبدأ من بقرة ممكن بقرة عايز يدي مساحة لو سامبو علي ممكن عايز يدي مساحة إن يكون أنتوني مودست بديل أو هو الأساسي ممكن عايز يريح قهربة المباراة يانجي أفريكنز أو يتدخروا شوية لمباراة الزمالك كل شيء وارد ولكن إن الناس تاخدنا في إطار برى الملعب ده أمر غير مسموح وغير مقبول والعلاقة لبتجمع على فكرة قهربة تحديدا لنلعب واحترف في سويسرا وعلى علاقة جيدة جدا بمرس الكولر وبياسين الميكاري محل الأداء لأن ياسين كان أصلا بيلعب مع قهربة قبل كده في الدور السويسري فبلاش نفخ في النار في تفاصيل أعتقد فيه زياها كتير في أماكن تانية ولكن عشان تبقى تريند لازم تتكلم على حد في النادي الأهلي فمعظم الناس اللي بتطلع تتكلم على العلاقة ما بين كولر وكهربة الناس مش عارفة الدخليات أساسا ولكن مسكوا التصريح وعمل عليه موضوع لأن في الأساس لما طلعوا وطرحوا فكرة غياب كهربة كانوا قالين معلومة تانية غير المعلومة الأساسية اللي قالها الكابتن خالد بيبو فعشان كل واحد يداري غلطه في سرد المعلومة الحقيقية مسك في التصريح وقال لك الكلام ده عكس الكلام اللي تقلنا في الأول لو سألتم من البداية عن التفاصيل عموما استحالة كان يبقى ليكوا ردود فعل على فكرة هو كهربة موجود ولا مش موجود طيب ده جانب متعلق بمسألة كولر واختياراته الفنية وقلت لحضراتكم في فترة من الفترات كان محمود متولي بعيد عن المباريات وبعيد عن التدريبات بشكل أساسي لأن الرجل كان بيعتمد على ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم رامي ربيعة وفي بعض الأوقات استعان بعمر كمال عبد الواحد في مركز المساك وفي بعض الأوقات قبل كده استعاني الآهل بمحمد هاني في مركز المساك وفي أكرم توفيه في مركز المساك ولكن بعد غياب ياسر إبراهيم لفترة لم تحدد حتى الآن ولكنها يعني نتكلم في 15 يوم على الأقل نتمنى للمدة ما تزيدش عن كده ولكن فيما معناه أن أنت بتتكلم على ضروري التواجد محمود متولي في التدريبات الجماعية في الفترة الحالية فالأمور الفنية هي اختيارات مرس الكولر وفي النهاية هو المدرب اللي بيحاسب على نتائجه وعلى اختياراته فبلاش حد ياخدنا في سكة مشاكل مبين لاعبين ومدرب برى الملعب وأكبر دليل على ذلك أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر في فترة من الفترات خلاص كان على وشك أنه يطلق إعارة في يناير ومع ذلك أحمد عبدالقادر موجود في التدريبات الجماعية لما موضوع انتقاله للدور التركي لم يحدث وبالتالي استمر أحمد عبدالقادر في التدريبات الجماعية متى يشارك في المباريات؟ هي رؤية فنية لمرس الكولر تعمد قايمة فيها 28-29 لعب بخلاف اللعبين المقايدين تحت السن هل هتلعب في كل مباراة بالـ 28؟ استحالة لا أقصى عدد أقصى عدد ممكن تلعب به 15 أو 16 لعب في كل مباراة ولكن في كل مباراة ممكن تستبدل وتغير في القايمة عشان تستعد لكل مباراة تبقى لزروفها وحتياجاتها لأن الفترة الجاية ضغط مطشاط كتير ده جانب متعلق بالرؤية الفنية الجانب الثاني يمكن سألت زميلي محمد توفي على هذه المسألة إنه ممكن يكون فيه إجراءات بتتم في الساعات الأخيرة بخصوص أليو ديانجو وبالفعل يمكن توفيه لما سأل دكتور أحمد جبالة قال له خلاص خلال ساعات احنا بنتمم الإجراءات عشان يسافر ديانج لإجراء منزارة على الرجبة عشان نعرف طبيعة الإصابة وفي الفترة الجاية هيستعد إزاي أليو ديانجو للبرنامج التأهيلي ومتى عودته للتدريبات والمباراة الرسمية أليو ديانجو يا جماعة لما سافر كاس الأمم كان بيعاني من نفس الإصابة واشتكى أكتر من مرة عشان جدا لو تلاحظوا أليو ديانج بعد المباراة الثانية ما كانش بيلعب بعد المباراة الثانية مع منتخب مالي ما كانش بيلعب مشكلة الرجبة دي كويس إنه لما رجع النادي الآلي بيعمل إجراءات تحافظية دلوقتي عشان يحافظ على سلامة اللعب لكن خلال ساعات فيه اتصالات على أعلى مستوى لإنجاز مسألة التأشيرة والسفر إلى أوروبا لأن الطبيب المعالج اللي أجرى العملية الجراحية لكريم فؤاد وأكرم توفيق هو هو الطبيب النمساوي اللي هيجري العملية الجراحية لأليو ديانج في الأيام المقبلة وعلى هذا الأساس وقت الصفر وإجراء المنظرة نقدر نعرف طبيعة إصابة أليو ديانج ومدة الغياب الرسمية ناس كثيرا تقول لي طبعا الفترة دي كان ممكن يعملها في مصر فيه أمور متعلقة بإصابات الرجبة يستحسن إنك تتعامل فيها مع طبيب إنت جربته قبل كده مرة واثنين وثلاثة وبتتكلم على لعيبة تعرضت لإصابة الصليبي مرتين مش مرة واحدة فالنتائج الملموسة بإذن الله من متابعة الطبيب النمساوي لإصابة ديانج إن شاء الله نتمنى يكون فيها فقل خير وإن أليو ديانج يرجع سريعا ندفد شارك إمبارح في المراني الجماعي أحمد نبيل كوكا شارك إمبارح في المراني الجماعي وعم حمود متولي بيشارك في التدريبات الجماعية منذ عاولة البعثة من غانا بعد موجهة ميدياما الغاني ممكن يتم الاستعانة بيهم في مباراة بكرة ده أنا أعرفه النهاردة مساء اليوم بعد نهاية التدريب المساء في محاضرة دلوقتي بيعقدها الجهاز الفني بيتكلم عن تفاصيل كتيرة كولر زاكر بلدية المحلة كتير وآخر مباراة للبلدية أنا أعتقد فرصة جيدة جدا لمرس الكرة عشان يقدر يتعامل مع هذا الفريق مباراة وعمام فيوتشا كات بمستوى مباراة وعمام سيراميكات بمستوى تاني وخسر خسر 3-5 يعني دخل مرمى خمس أهداف فمطش أعتقد هيبقى مطش مهم جدا بكرة كولر هيقدر يتعامل معاه ويستعد لي ياسر إبراهيم أنا اتكلمت الحلقات اللي فاتت على إصابته وتاخد قد إيه؟ هو مبدئيا يعني تبدأ تتكلم على عودة ياسر من وقت مباراة الزمالك لو مش جاهز مباراة الزمالك بنتكلم بقى على نهاية شهر مارس لأن ساعتها المنتخب هيكون في أجندة دولية فوقتها نقدر نشوف يعني ياسر يلحق بقى وقتها الدور ربع النهائي لدور الأبطال ولا لا لأن الدور ربع النهائي لدور الأبطال هيتلاقي بأحد أيام 30 أو 31 مارس عاقب عودة المنتخب من الإمارات إن شاء الله هيكون معاد الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريق ده جانب متعلق باستعدادات الفريق لمباراة البلدية والجانب المتعلق بكهربا وكولر وأمر موضوع أليو ديانج طيب تعالوا بقى نروح لقصة التذكر نهاردة عندي جانبين في جانب متعلق بمباراة الأهل وينجا أفريكانز التنزاني المباراة دي إن شاء الله هتتلعب الجمعة الجاية الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ناس كتير تقول لي تم مباراة يانجا وأفريكانز كانت ممكن تتلعب السبت بخلاص الفرقة التانية اتعرف موقفهم لم يديما تأهل ولا بلوزداد تأهل لأن بلوزداد خسر من يانجا في تنزانيا 4-0 يعني حتى لو كان خسر 3 كان يبقى عند بلوزداد أمل لأن بلوزداد كسب يانجا أفريكانز في الجزائر 3-0 ولو كان خسر في تنزانيا 3-0 كان هيستنى الجولة الأخيرة الأهل يكسب يانجا وبلوزداد يكسب ميدياما بـ 2-3 كان بلوزداد هيعدي ولكن دلوقت المباراة الأخيرة خلاص تحصل حصل حتى لو بلوزداد كسب ميدياما 10-0 كده كده يعني يانجا أفريكانز تأهل بفرق الموجات المباشرة وده نفس الأمر على فكرة بيتقرر في مجموعة الوداد الوداد لو كسب أسك ميموزة 10-0 وسيمبا كسب 1-0 على ملعبه فريق جالاكس البتسواني أسك ميموزة تأهل مع أسك ميموزة فخلاص مباراة الأهل وينجا هي مباراة تحصل حاصل معروف أن الفريتون دلت أهل ولكن هتبقى مباراة مفصلية عشان تحدد من متصدر المجموعة الأهل 9 نقاط يانجا أفريكانز 8 نقاط طرح التذاكر بدأ أو هيبدأ خلاص خلال الساعات اللي جاية أو خلاص السيستم تسكرة فتح باب التذاكر أو حجز التذاكر بنتكلم على التذاكر 100 جنيه للدرجة الثالثة 200 جنيه درجة أولى 500 جنيه الـ VIP دي الفئات المتعلقة بحضور الجماهير في مباراة الأهل وينجا أفريكانز وأسعار تذاكر هذه المباراة ولكن الحضور الجماهيري هيكون في حدود 30 ألف زي ما حصل في المباراة الإفريقية الماضية نتمنى لما نوصل للضروب عن نهاية إن شاء الله يكون فيه عدد أكبر من كده لأنه خلاص بقى داخلين في مباراة نهائية ومباراة حاسم اللي يهمنا في الحديث على المباراة الأهل وينجا أفريكانز سوبر الإفريقي الحكم البنيني اللي قدر هذا اللقاء وكان فيه علامات استفهام على إدارته لهذا اللقاء النهاردة من خلال برنامج التريند بنعرض لحضراتكم بشكل خاص وحصري طاقم تحكيم الجولة الأخيرة الحكم البنيني لويسا دي جيندو حكماً لمباراة الأهل وينجا أفريكانز طاقم تحكيم من بنين بالكامل معه مساعد أول إيريك إمافو مساعد تاني لوسيان هوتونونو والحكم الرابع تينيسيلا دي جاندشي ده طاقم تحكيم مباراة الأهل وينجا أفريكانز المباراة اللي هي درها طاقم تحكيم من بنين موقع بريتوريا اللي انتهت بفوز مامورد سانداونز بهدف مقابل لشي كان فيه رقل الجزاء للنادي الأهل حكم كان غريب جداً في تدخلاته في العنف اللي كان موجود في أرضية الملعب ما كانش ليه قرارات حاسمة فبالتالي هو اللي تم إسناد لي إدارة هذا اللقاء جماهير الأهل بتتفرج علينا في الترند وتقول لي هو إيه الحكاية الفترة الأخيرة حكام كلهم صف تاني وثالث ليف مباراة الأهل حكم من بنين حكم من جانبيا حكم ما عرفش منين الحكام اللي أداره يعني الفترات الأخيرة التلات مباراة المتتالية سواء مباراة بلوزداد مباراة ميدياما مباراة يانج آفريكانز فترة الحالية حكام الصف الأول أو حكام النغبة الإليت إي والبروفيشنال مرتبطين بمعسقر في قطر استعدادا لكأس العالم فتلاتاشر حكم هم الأبرز في القرى الإفريقية مش موجودين في الجولة دي وبالتالي تم الاستعانة بهذا الحكم اللي أدار في كأس الأمم مباراة واحدة بس ورجع بعدها فبالتالي هو حكم مستوى ونتيجه غريبة ومستوى ونتيجه مش جيدة ولكن حكم بيلقى مسندة قوية جدا من لجنة حكام الكاف اللي رئيسها حاليا سليستين البنيني مواطنه هو لويس دي جندو والمعنى في بطن الشعر هذا الحكم على فكرة مرشح انه يدخل قيمة البروفيشنل في القيمة اللي بتعد حاليا من الكاف عشان يكون من أفضل 20 حكم على القرى الإفريقية أنا بقول لكم معلومات ولكن طبعا انتو بتاخدوا المعلومة وبتعملوا القياس على المستويات والمباريات طبعا بتلاو المعلومة في اتجاه والمستوى والقياس والنتائج في اتجاه تاني خالص ولكن هو ده التحكيم في إفريقيا خلال الفترة الحالية طيب اروح كمال لملف تاني وهو متعلق بكأس مصر نهائي كأس مصر بين الاهل والزمالك المباراة ان شاء الله هتتلعب يوم الجمعة 8 مارس في ملعب نادي النصر في مدينة الرياض الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة دمعاد وتوقيت المباراة وملعب المباراة ملعب المباراة هيكون ملعب نادي النصر هو اللي يصديف مباراة الاهل والزمالك في الرياض يوم الجمعة 8 مارس الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة في هذه اللحظات وانا معاكم على الهواء مباشرة تم فتح سيستم التذاكر للحجز لحضور هذا اللقاء الملعب بيسعى لحوالي 25 ألف متفرج ولكن لو بصينا كده على سيستم التذاكر وانا دخلت كده بصيت على السيستم قبل ما اطلع هوا في الويت انجليست كان فيه وقتها يعني ده قبل الهواء بحوالي تلت ساعة كان على الويت انجليست ما يقرب من حوالي 6 ألاف شخص 6 ألاف فرد بيحاولوا يدخلوا عشان يحجزوا تذاكر مباراة الاهل والزمالك انا اعتقد اللي مستنى على الويت انجليست لو فضل فاتح ودخل لاحق التذكرة ولا تذكرتين بقى كويس اوه ولكن انا عارف على نهاية الحلقة هتكون التذاكر خلصت مش هيكون في مساحة ان حد يقدر يحجز تذكرة في مباراة الاهل والزمالك على فكرة قيمة التذكرة بتبدأ من 40 ريال سعودي قيمة تذكرة مباراة الاهل والزمالك في نهاية كأس مصر بتقترب او البداية من 40 ريال سعودي طيب الجانب التاني المتعلق بجوائز هذي المباراة للنهاردة في اخبار جديدة كلنا كنا عارفين ان قيمة المشاركة 100 ألف دولار قيمة المشاركة 100 ألف دولار الفائز هياخد 350 ألف دولار الفائز هياخد 350 ألف دولار والخاسر هياخد 200 ألف دولار وبالتالي كان مجموعة الجوائز للبطل 450 ألف دولار وللخاسر يعني اعتقد 200 أو 300 في الحدود دي انا مش متأكد بس من الرقم دلوقتي هنتأكد لكم في الحلقات اللي جاية ولكن من التكلم على البطل خلينا في البطل لان الرقم النهاردة ممكن يوصل للمليون وده رقم قياسي لم يتحقق من قبل في اقامة نهائي كأس مصر اللي كانت دايما كل مباراة النهائيات في كأس مصر ما فيهاش جوائز مالية بتاخد الكاس بتحطه عندك في الدولاب اعتقد كتكاس السوبر بس اللي فيها مكافآت لكن كاس مصر ما كانش فيها مكافآت يعني زي الدور العام قبل كده برضه ولكن دلوقتي لما قلنا ان الفايز ياخد 250 ألف دولار النهاردة تم الإعلان ان الفايز كمان هياخد 500 ألف دولار زائد بلس 450 ألف فبالتالي حالا بنتكلم على 950 ألف دولار يعني بنتكلم على جايزة المباراة واحدة ممكن تبقى 90 دقيقة او 120 دقيقة ورقلات ترجيح جايزتها مليون دولار رقم كبير جدا ودي أعلى قيمة مباراة على مدار تاريخ الكرة المصرية من أول مناشأة الكرة المصرية دي لأول مرة مباراة واحدة قيمتها مش بكلام عن قيمة تسوقية أكيد الاتحاد واخد بونس واخد مكافئات وأرقام قدي ده كمان مرة ومرتين لأنه كمان فيه اتجاه اللي ممكن يتعامل عقد المدة 3 سنين ممكن يتعامل عقد المدة 3 سنين ودي معلومة دي ده أعتقد البعض دلوقتي ممكن يسمحها لأول مرة ولكن فكرة أن الفريق يلعب فينال كاس مصر وياخد مليون دولار في هذه البطولة ده رقم لم يتحقق من قبل وبطولة الدولة اللي 34 أسبوع قيمتها دلوقتي حسب ما سمعت مليون جنيه فبنتكلم في 30 أربعين ضعف قيمة هذا الرقم وبالتالي رقم جيد جدا مليون دولار لبطل كاس مصر جائزة أفضل لاعب في المباراة ياخد حوالي 50 ألف دولار وده أعتقد يبقى حافظ قوي لللاعبين أنه يتحاول تأدي وتظهر بشكل كويس عشان الرقم كبير 50 ألف دولار في مباراة واحدة كنت أتمنى أن يتم الإعلان عن دف مؤتمر صحفي ما بين الاتحاد مع الشرق الراعية ولكن عموما خدنا المعلومات بشكل رسمي بعد ما تم الإعلان عنها من الجهات الرسمية وبالتالي الفائز هياخد ما يقرب من 950 ألف دولار دي قيمة الجواز المتعلقة ببطل كاس مصر عندي موضوع أخير قبل مطلع الفاصل وهو متعلق ب مباراة الأهل وإنبي أنا في ذات الحالة قلت لكم مباراة الأهل وإنبي فيها كلام كتير يبدو كده اللي احنا راحين في سكة تضارب كبير جدا ما بين ربطة الأندية والتحاد الكور وأنا مش عادر دلوقتي أقول مين المسؤول عن هذا التضارب في الفترة اللي جاية ولكن أنا أقول لكم معلومة مؤكدة احنا انبارح كنا أجازة وآخر مرة كنا معاكم على الهواء يوم السبت اللي فات بعد يوم السبت اللي فات ما خلصت الحلقة كان معايا زميلة وصديق العزيز محمد زاهر النقد الرياضي به جريتة الشروق وقال لخبر كان وقتها هو ساعتها بيكتبه بينزله في جريتة الشروق وكان ساعتها بالنسبة للمفاجأة لأن كل الكلام اللي اتكتب أو اللي اتقال حتى من عامر حسين كابتن عامر حسين عضو التحاد الكورة والمشرف على دارة المسابقات أو حتى من الأستاذ أحمد دياب رئيس ربط الأندية كان كلام عكس تماما اللي سمعته من زميلنا محمد زاهر واللي كتبه طلع بالفعل صحيح بنسبة 100% قال لي وقتها يوم السبت وكلام ده كان الساعة 6 المغرب وانا فضلت مستنى شوف ردود الأفعال يعني هو خبر يخص زميلنا محمد زاهر فقلت شوف الدنيا هيبقى فيه ايه لقيت الخبر فيما معناه ان جهاز المنتخب الوطني جهاز المنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسين حسين كان رافض فكرة اقامة اي مباراة في الدوري في الفترة من 12 مارس حتى نهاية المعسكر 26 مارس من 12 مارس ل 26 مارس المعسكر كان هيبدأ 18 الاجندة الدولية تبدأ 18 ثلاثة ولكن الكابتن حسين طلب ان المنتخب يبدأ تجمعه مع اللعابين المحليين قبلها بستيان وبالتالي المعسكر يبدأ 12 ثلاثة مش 18 ثلاثة اللي يجي 18 ده ده لعين المحليين وبالتالي كان فيه مباراة هنا يوم 15 ثلاثة جولة من جولات الدور العام اتأجلت بشكل رسم ولكن فجئنا ان لما اتحطت مباراة الاهل وانبي اتقال ده بالتنصيق مع الكابتن حسين المفاجأة وقتها ان الجهاز المنتخب الوطن بقيادة الكابتن حسين اتضايق جدا من اقامة مباراة الاهل وانبي يوم 15 ثلاثة اتضايق جدا وكان مستهرب جدا من تحديد المباراة لدرجة ان الجهاز المنتخب ما كانش مصدق ان بعد الاتفاق مع ربطة الاندية في الاجتماع اللي تم في حضور المهندس او الاستاذ احمد دياب وبالمناسبة الاجتماع ده غاب عنه الكابتن عماد متعب بس جمعت مكالمة الكابتن عماد متعب مع كابتن حسين واعتذر له عن الحضور لارتباطه بعمل خاص او كان ساعتا كان فيه مباراة اعتقد كان عنده تحليل في احدى الاستوديوهات المهم الكابتن عماد ما حضرش واعتذر للكابتن حسين والكابتن ابراهيم فتعامل اجتماع من كل اعضاء الرابطة مع جهاز المنتخب واتفق ان ما فيش اي مباراة في التوقيت ده ولو هتلعب هتلعب قبل يوم 12 او يوم 12 مع تجمع الفريق فتحطت مباراة يوم 15 ده معنى ايه؟ هل التفاصيل اللي تمت في الاجتماع الاستاذ احمد دياب رئيس الرابطة نقالها للكابتن عامر حسين طب لو نقالها للكابتن عامر حسين الكابتن عامر حسين ازاي يحط مباراة بين الاهل وامبي وفيه اتفاق عكسي كده ده واحد اتنين طبيعي هذا الاجتماع بما ان الاستاذ عامر حسين او الكابتن عامر حسين او انا بقول كابتن ان الكابتن عامر حسين كان مدير كورة في نادي الكروم وراجل اللي بقى رياضي كبير جدا في منطقة الاسكندرية وكان مدير كورة في الانديك اسكندرية وليه بقى طويل جداً هناك فالكابتن عامر المفكر يحضر هذا الاجتماع ما حضرش هذا الاجتماع فهل الكلام اللي وصله كان كلام غير السليم فبالتالي وضع المباراة في التوقيت ده ولا هو وضع المباراة في التوقيت ده لأنه كان صعب يغير في التوقيت ده ويسيب للأهل أي مباراة مؤجلة للفترة الجاية نتيجة أن الأهل عنده ما لا يقل عن 8 مباراة مؤجلة ده رقم 2 طب رقم 3 موقف مباراة الأهل وإنبي دلوقتي إيه هتتأجل ولا هتتلعب طب لو ما تأجلتش الغاية لما كابتن خسام يعمل مؤتمر صحفي قبل تجمع المنتخب بـ 48 ساعة هل عايطلع في المؤتمر يتكلم على هذه الأزمة اللي لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم تتصدر له مشكلة أنا بفكر معكم وقول لكم اللي هيحصل للفترة الجاية وفي نفس الوقت بقول لكم على المعلومات اللي تمت في الفترة الأخيرة تسكين مباراة الأهل وإنبي يوم 15-3 ده جه ليس على رغبة الجهاز الفاني المنتخب الجهاز الفاني المنتخب أنا عايز الفترة دي كلها مفاش مباراة رسمية لأنه لو فكرنا بالعقل برضو وهو عايز ياخد اللعبين المحليين يعمل معام معسكر من يوم 12 لما تحطوا مباراة الأهل وإنبي يوم 15 فطبيعي اللعيبة دي بتاعت الأهل مش هتكون موجودة معها تبقى موجودة في الأهلي طيب لعبت الأهلي أساسا على أقل يعني بنتكلم من 6 لتمال لعيبة طب إزا هيبدأ معسكر بالمحليين بدون تمال لعيبة يبقى هو استفاد إيه وبرده لما نفكر بالعقل ونوزن الكلام اللي بيتقلنا من رئيس الرابطة وتصرحات عضو اتحاد الكرة المشرف على المسابقات الكابتن عامل حسين قال الكلام أصلا متضارب مش منطقي هنا هندي مساحة للكابتن حسين يعمل معسكر بتجمع المحليين وهنا بنحط مباراة الأهل وإنبي طب هيعمل تجمع أزاي وفيه تمال لعيبة من الآل هنا على الآل يعني إزاي يعني هيبقى هو عمل استفاد إيه هياخد من الزمال الكام هياخد من برمد زكام هياخد 3-4 لعيبة جودات كام هيروح يعمل معسكر ب7 تمال لعيبة استحالة عشان يعمل معسكر بجد بجد لازم يكون معامي شاءل من 16-18 لعب عشان يعمل معسكر بجد 6 أيام قبل ما المحترفين ينضموا لأن المحترفين اللي ينضموا برضو مش هيكونوا كتير على فكرة يعني مش هيكونوا كتير يعني أعتقد ممكن مش هيزيد عن 4-5 لعيبة ده يبقى كده عدد كبير لو كابتل حسام ضم محترفين في الدورة والدياب في الإمارات فأنا عايز أفهم التضارب ده هالنتيجة إن مفيش تنصيق ما بين أحمد دياب والكابتل عامر حسين هل اتحاد الكورة في اتجاه والربطة في اتجاه هل اجتماع جهاز المنتخب مع الربطة بعيدا عن اتحاد الكورة هل اجتماع جهاز المنتخب مع الربطة بعيدا عن اتحاد الكورة خلق أزمة ما بين الربطة والاتحاد هل في تفاصيل داخليات لسه هنشوفها في الآيام اللي جاية احنا من النهاردة لغاية معاد من النهاردة لغاية معاد الانتخابات حوالي 6 شهور أو 8 شهور لو في كل ملف هتحصل نفس الغلطة مش هنخلص فرجاءا من السادة المسئولية سواء في الاتحاد سواء في المسابقات سواء في الربط يريد كل واحد يركز في شغله ويقوم بدوره وما حدش يفكر في اللي جاي سيبوا اللي جاي البعدين هو حد عارف بكرة فيه ايه؟ يعني لو حد بيفكر في الانتخابات من دلوقتي البعد 8 شهور ده هينعكس بالسلب على شغلك سواء انت في الاتحاد أو في الربطة أو في المسابقات فكل واحد يا جماعة بعد اذنكم يركز في شغله لغاية لما يحين موعد الانتخابات وقت الانتخابات بقى ساعتها لكل حادث الحديث ولكن دلوقتي الدور مش ناقص مش مستحمل على فكرة يعني مباراة الالوينب هتتلاعب ولا مش هتلاعب؟ تبا هتتأجل هتتأجل لشهر سبعة؟ طب جهاز المنتخب موقفه ايه؟ وهو دلوقتي تبقى للمعلومات انا قلتها هيعمل مؤسكر ازاي بدول لعبة الاهلي والمطش ده لو ما تاخدش في قرار على المعادة المطامر الصحفي اعتقده هيكون فيه رد فعل من المدير الفني للمنتخب الكابتن حسام حسن لان دي اول لقطة ليه سواء مع الاتحاد أو مع الربطة أو مع المسابقات فالسيناريو اللي هيحطه من دلوقتي هو اللي هيمشي بيه كتير الفترة الجاية لكن من اولها هيحصل لغبطة مش هينفع الخطأ عند مين؟ مش قصتي انا قصة تتحل ويكون فيه تنصيق ما بين كل الاطراف عشان الفترة اللي جاية يكون فيه هدوء وتركيز سواء ما بين الاندية أو حتى المنتخب اللي بالمناسبة المنتخب في بطولة كأس الاندية او كأس المنتخبات اللي فيها نيوزولندا وتونس وكرواتيا هيحصل على ما يقرب من مليون دولار لو المنتخب كسب البطولة ليه بقى؟ واخدوا الارقام دي جديدة منتخب مصر هياخد 500 الف دولار نزير المشاركة 500 الف دولار نزير المشاركة في الدورة الودية بالامارات في 150 الف دولار تنقلات وبوكت ماني وتفاصيل انتقالات وحاجز تيران ومعسقر للمنتخب في الامارات في الفترة من 20 إلى 26 وبالنسبة للجوائز اللي هياخد المركز التالت 100 الف دولار اللي هيكون وصيف هياخد 150 الف دولار بطل البطولة في الامارات هياخد 300 الف دولار فلما تحسب 500 الف نزير المشاركة 150 الف نزير الانتقالات والمعسكر والطيران و300 الف بطل البطولة بنتكلم في ما يقرب من حوالي 950 الف دولار اي ما يقرب من حوالي مليون دولار للاتحاد المصري في حال احراز منتخبنا الوطني هذه البطولة في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري أو المقبل دي أبرز التفاصيل اللي كنت عايز أتكلم عليها والموضوعات اللي عايزين نتكلم عليها والمثارة على الساحة الرياضية في الساعات الأخيرة نطلع لفاصل ثم نواصل عندي كلام كتير لأن النهاردة التفاصيل والكواليس كتيرة جدا حكام مباراة الأهل والزمالك ما يحدث في القرى الإفريقية والنهاردة كان فيه خبر موجود بخصوص استبعاد ردوان جيد من التحكيم الإفريقي خلال الفترة اللي جاية بصوا النهاردة عشر الوقت داي جدا حكام مباراة الأهل والزمالك نسابهم لحلقة يوم الأربع لأنه ممكن تكون فيه مستجدات كتيرة يمكن أنا قلت خبر مهم في الساعات الأخيرة كابتن إبراهيم نور الدين ما كانش بيحكم مباريات لأنه كان ما اكتسل اختبار البدن أو ما حضرش الاختبار البدن اللي اتعامل في نادي النصر وبالتالي ما كانش هيدير أي مباراة ولكن فجأة تم استدعائه لإجراء الاختبار البدني هل ده ممكن يكون داعي لاختياره ضمن طاقم حكام مباراة الأهل والزمالك ده هنشوفه الأيام اللي جاية ولكن طاقم حكام الأهل والزمالك مش هتكلم عنهم النهاردة خلوهم للأربع الجاية لما يكون فيه مستجدات لأن آخر الكلام اللي هصلي يعني لسه نفس الكلام الأسماء اللي احنا قلناها قبل كده ولكن بالنسبة للكابتن ردوان جيد الحكم المغربي اللي النهاردة الشروع الجزائرية اتكلمت وقالت أن هذا الحكم تم استبعاده من التحكيم الإفريقي خلال الفترة اللي جاية وقالوا أن بعد استبعاده من إدارة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وبعد ما تم استبداله في مباراة الترجو والنجم قدامكم وهم كورا بلاس نقلل عن الشروع الجزائرية استبعاد ردوان جيد نهائيا من قيمة الحكام الأفارقة المعتمدين لقيادة المباراة القرية أنا أقول لكم رد مش رسمي بس أقول لكم رد جالي من مصادر مسؤولة في هذا الملف بصوا جماعة أولا ما فيش حاجة من المنشورة دي حقيقة ما فيش حاجة اسمها استبعاده من إدارة المباراة القرية بشكل نهائي أولا الشارة الدولية هنا طبعة للفيفا مش للكاف يعني فكرة أن يتم سحب شارة دولية من حكم في بداية سيزون أو موسم عشان ما يحكمش نهاية الموسم الكلام ده مش حقيق الشارة الدولية هنا طبعة للفيفا مش الكاف فأولا فكرة الاستبعاد دي ممكن يكون قرار فني ولكن مش سحب الشارة منه عشان ما يحكمش نهاية الموسم تاني حاجة لو في قرار من الكاف هيكون كالتالي ايقاف وليس استبعاد او منع لو في قرار من الكاف هيكون ايقاف ولكن ليس استبعاد او منع الحاجة التالتة دي معلوماتي بقى كل الكلام اللي اتنشر النهاردة في الشروع الجزائرية عشان يبقى واقعي وقانوني وسليم لازم يتم ارساله في خطاب رسمي للاتحاد المغربي يعني الاتحاد الافريقي يبعطوا للاتحاد المغربي الجامعة الملكية يكون عندها معلومة رسمية في هذا الشأن لازم يكون عندها معلومة رسمية في هذا الشأن وبالتالي كل الكلام اللي انتو قررتوه ده النهاردة غير صحيح انا بقى مستني حاجة تانية اهم من كل ده فاكرين من شهرين كده كنت استعرضت معاكم قائمة الحكام المصنفة سواء البروفيشنل او الليت ايه واكبرة يعني ابرز 35 حكم في القرى الافريقية تصنيفهم ايه القائمة دي بتعدد الوقت عشان نشوف تصنيف عشرين اربعة وعشرين اول ما تبقى رسمي ويتعتمد كالعادة هننفرد بها هنا في برنامج التريند عشان نعرف مين اللي راح قائمة البروفيشنل مين اللي استبعد من قائمة البروفيشنل مين اللي خرج من قائمة الاليت ايه هل ترتيب البنة عيلي شوية هو وصدق السلمي ولا زي ما هم في الترتيب المتأخر هالردوان جيد خرج من قائمة الحكام الافرقى ولا لا كل ده هنستعرضه لما تبقى القائمة رسمية وتعتمد هل بملك هيخرج زي ما قلت قبل كده هل البنيني لويس دي جند الله هيدير مطش الالوي عنج افريقان زي يخش مكان الموريشيوس احمد امتياز ده هنشوفه في الايام اللي جاية عشان وقت الحلقة بيجري بسرعة تعالوا نشوف مع بعض اخر اخبار التريند والبداية هتكون مع تريند الاهلي هنشوف اللي كتب في السوشيال ميديا في الساعات الاخيرة ونجري كده بسرعة في تريند الاهلي البداية من حساب كورا بلس استعدادا لمواجهة الزمالك في نهاية كالسة مصر خمس تغييرات على تشكيل الاهلي امام بلدية المحلة هل بنتكلم بقى على تغييرات ممكن تكون مثلا مراوانة عطية يرجع ندفد ممكن ما يبدأش هل قهرباء هيكون موجود ولا لا ياسر ابراهيم مش موجود هلا هيخش رم ربيعة كل تغييرات متوقعة على تشكيل الاهلي والبلدية طيب حساب اليوم السابع بيكلموا عن ياسر ابراهيم يغيب عن مباراة الاهلي والزمالك في نهاية كأس مصر المعلومة الرسمية لغاية دلوقتي الجهاز الطبي لم يعلن مدة الغياب ولكن هبنتكلم على الاقل لخمساشر يوم على مباراة الزمالك نقدر نقول ياسر موجود ولا هيغيب لغاية نهاية الشهر طيب حساب الوطن سبورت بيقول ان كولر يمنح كهرباء استمارة ثلاثة في الاهلي انا عدت اقرأ الخبر اشوف استمارة ثلاثة هي نفس استمارة ستة استمارة ستة معنا انت في حزاباتي خالص لكن استمارة ثلاثة يعني ايه هم عايزين يقولوا ان ده ترتيب ما بين المهاجمين يعني البداية هتكون بانتوني مودست هو المهاجم الاساسي يالي وسام ابو علي يالي بعد كده محمود كهرباء طيب نروح الاحساب في الجول على تويتر وبيقولوا خبر في الجول ديانجي يقضع لفحوصات طبية عالية الدقة لتحديد نوع التخصص الطبية الذي يحتاجه قبل الصفر الى اوروبا للعلاق وده اللي قلت لحضراتكم لما يسافر ويقضع لمنظر طبي او منظر على الرجبة من الطبيب النمسا ويبدأ نشوف موقف ديانجي في الفترة اللي جاي نروح للمشاركات والسؤال التي رحناها في بداية الحلقة توقعاتكم على تشكيل الاهلي وبلدية المحلة ومين ممكن يحرز الاهداف نشوف مع بعض التشكيل جمال بيقول مصطفى شبير في حراسة المرمة معلول ومنعم رمي ربيعة هاني مروان عطية امام عشور اكرم توفيق حسين الشحات مودست ريدا سليم ان شاء الله 3-0 للأهلي نروح للمشاركة التانية من أستاذ سامي مساء الخير على حضرتك صعب التنبؤ بتشكيل كولر عندك حق والله فعلا ولكن اعتقد بنسبة كبيرة شبير عمر كمال ربيعة منعم كريم دبيس مروان عطية السلية امام عشور طاهر وسام عبدالقادر اوكي معروف بيقول التشكيل في رأس كولر اما النتيجة فوز الاهلي بتلات اهداف انت جبت من الاخر محمد بيقول ياريت كولر يعطي الثقة لللاعبين الاحتياطية لانهم يستحقوا ذلك لامكانياتهم شبير في حراسة المرمة اكرم بكرايت ادبيس ظاهير ايصر ربيعة ومنعم اتنين مساكين مروان وعشور اتنين ارتكاز امامهم افشة وكريست وابو علي ورضا بالتوفيق ان شاء الله لنادينا العظيم انا عجبني في المشاركات الناس خيالها يعني وصل لمرحلة ان ممكن كل مباراة او كل توقع فيه تشكيل عكس التاني عمر بيقول مساء الخير مصطفى شبير في حراسة المرمة معلول وعمر كمال رامي ومنعم مروان وافشة كوكا كهربا تاو طاهر ان شاء الله ثلاثية جديدة من ثلاثيات مستر كولر سامح بيقول التشكيل المتوقع مصطفى شبير معلول منعم ربيعة هاني مروان السلية امام الشحات موديست تاو اتوقع فوز الاهلي بالثلاثية جديدة من ثلاثيات كولر اهلاوي انا والفخر ليه اخر تعليق معايا محمود ابراهيم راح في سكة مختلفة بقى نهاردة التعليقات بقول لكم جميلة جدا لان الاراء مختلفة محمود بيقول ان الزنفلي حارس المرمة هو لا يبدأ مش مصطفى شبير عمر كمال باكرايد ادبيز ظاهير ايصر منعم وربيعة اتنين مساكين امامهم مروان واقرم الاتنين في نفس المركز خد بالك يا محمود الاتنين مركز ست امامهم أفشا وتاو وسليم والمهاجم الفلسطيني وسام بص التعليقات بصراحة ممتعة لان فيها اراء مختلفة ولكن في النهاية القرار الاول والاخير للسويسري مرسي القرى ننتظر بكرة ساعة خمسة ونص قبل معادة المباراة ونص نشوف تشكيل الاهلي امام بلدية المحلة وانا في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد لحصن المتابعة والمشاهدة والى اللقاء يوم الاربع في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا والى اللقاء